وبالأن على ذلك سيتم إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز أي بعد شهرين من الحين بينما إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا حدد تاريخه في شهر شتنبر المقبل وتم إلغاء باقي الامتحانات الإشهادية السادس ابتدائي والثالث السادس إعدادي مع الاقتصار على نقطة المراقبة المستمرة إلى غاية 16 مارس وبالتوفيق جميع إن شاء الله اشتركوا في القناة